لنتحدث قليلاً عن السينيما مشاهدين اليوم رح نتناولو موضوع أكبر من حجم 13 دقيقة الموضوع رح نتناولوه على زوج أعداد نتناولوه اليوم والجمعة الجاية إن شاء الله دائماً على الستة ونصر لقناة شروق نيوز موضوع اليوم رح نهضر على الشخص الأهم في صناعة السينيما اللي هو أساس صناعة الأفلام هو أساس صناعة المسلسلات وإليه ترجع جميع الأحداث هو الذي يقتل الشخصية التي نحبها وهو الذي ينتقل من الشخصية التي لا نحبها اليوم رح نحكو على السيناريست ورح نحكو على السيناريو ولكن أكثر شيء في هذا العدد رح نحكو على السيناريست أول حاجة في السيناريو عموماً هو السيناريو عبارة عن فكرة مبلورة يعني الفكرة هي أساس بناء السيناريو أساس بناء دراما السيناريو من أين تأتي هذه الأفكار؟ أول شيء يجب أن تفهموا أن الأفكار تأتي من مصادر مختلفة وما هيش نفس الناس، الناس كاملة عندها نفس المصادر عفواً كين طيار الأول اللي يحب يستعمل تقنية العصف الذهني؟ أي أنه لما تكون عنده غياب للأفكار يدخل يتفرج الكثير من الأعمال السينمائية والكثير من الأعمال الفنية الأخرى ويحاول يستلهم منها بعض الأفلام بعض السيناريوهات الطيار الثاني عندنا طيار الذي يحب يعزل نفسه لكي لا تتأثر فكرته الأصلية كي الناس عندها فكرة أوريجينال ما يحبوها تأثر لذلك يبتعد تماماً على المشاهدة وهذا يقوم بها كريستوفر نولان كثيراً وهو مخرجة دارك نايت وانسيبشن الاخرين